اشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالدور الذي قامت به الوزارات والمؤسسات الحكومية في تهيئة كفة أسباب النجاح لموسم ذكر عاشراء وما تميز به عملها من روح الفريق الواحد لا فتن لما تتميز به مملكة البحرين من قوة ومنعة بتنوع وتماسك نسيجها المجتمعي الذي شكل على مر العصور عمل قوة حتى غدت في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أيقونة في التعايش والحريات الدينية وعرب سموه عن الاعتزاز بما تفضل به حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من إشادة بجهود مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها في تهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقاومات المطلوبة خلال موسم أحياء ذكرى عشراء مؤكدا بأن الوزارات والأجهزة الحكومية تتشرف دوما بتنفيذ توجيهات جلالته يده الله بما يعزز من مكانة مملكة البحرين وانفتاحها وتجانس أفراد مجتمعها بأطيافه المتعددة ونوه سموه بالانضباط وحسن التنظيم في أحياء ذكرى عشراء وما بذلته الأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس الأوقاف الجعفرية والدور الذي اطلع به العلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجهن المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين لحاطة الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية وأمن ونظام اشتركوا في القناة